لمسة عطف وحنان كنت عائدة من المدرسة في يوم بارد ممتر هوجدت كرب باب منزلنا قطيطة صغيرة تموء بصوت مزعج وقد اغبر وجهها وقف شعرها واهتز جسمها وذبلت عيناها وارتعش زيلها اقتربت القطيطة من رجلي وأنا أهم بفتح الباب وكان في اقترابها حذر وخوف وتردد فأدركت أنها شاردة في حاجة إلى الدفء والطعام والعطف والرعاية انحنيت ألاطفها فاستجابت لمداعباتي واستسلمت للمساتي وشهرت ببعض الاطمئنان فكفت عن المواء وفي ركن من الحديقة منعذلا ظليلا وضعت صندوقا من الخشب في شكل بيت مصقوف ليكون مأوالها وتعاطفت أمي معي فقدمت بعض الخرق لتكون لها فراشا دافئا لينا ووضعت بقربها حليبا شهيا وخبذا طريا فأقبلت القطيطة على الخبز تذرده وعلى اللبني تلعقه إلى أن شبعت وارتوت وتخلصت من آلامها وفذعها ورق مواءها فغدا نغمة عذبة وشع بريق السعادة في عينيها فتمطت وتثائبت ونظفت شعرها ووجهها ثم تكورت في مخدعها الجديد واستسلمت في أمن للنوم العميق والدفء اللذيذ والأحلام السعيدة أعمق فهمي خامسا أحدد شخصيات النص وأصنفها إلى شخصيات بشرية وأخرى حيوانية الإجابة شخصيات النص البنت والأم شخصيات بشرية القطة شخصيات حيوانية سادسا أحدد الأعمال التي قامت بها البنت والأعمال التي قامت بها الأم الإجابة الأعمال التي قامت بها البنت إنحنت لتلاطف القطيطة وضعت صندوقا خشبيا لها في ركن من الحديقة الأعمال التي قامت بها الأم قدمت بعض الخرق لتكون فراشا دافئا للقطيطة وضعت قربها الحليب والخبز سابعا أستخرج من الأوصاف الآتية ما جاء منها في بداية النص وما جاء منها في نهايته لأتحصل على مجموعتين من الأوصاف عما تدل كل واحدة منها رقى مواؤها تثاءبت صوتها مزعج وجهها مغبر دافئة ضريق السعادة مشاع في عينيها تمطت ذبلت عيناها ارتعش ذيلها نظفت شعرها اهتز جسمها تكورت استسلمت لنوم عميق الإجابة الأوصاف التي جاءت في بداية النص صوتها مزعج وجهها مغبر زبلت عيناها ارتعش ذيلها اهتز جسمها الأوصاف التي جاءت في نهاية النص رقى مواؤها تثاءبت دافئة ضريق السعادة مشاع في عينيها تمطت نظفت شعرها تكورت استسلمت لنوم عميق ثامنا تغير مواء القطيطة من حالة إلى أخرى كيف كانت حالها في بداية النص وكيف أصبحت في نهايته ما سبب هذا التحول؟ الإجابة كانت حالة القطيطة في بداية النص تتسم بي الخوف التردد والحذار سبب هذا التحول هو أن القطيطة كانت شريدة في بداية النص تبحث عن مأوى في حاجة للدفء والطعام والعطف والرعاية وفي نهايته أصبحت تنعم بكل ما كانت تبحث عنه أبدي رأيي تاسعا ما رأيك في العلاقة القائمة بين الأم وابنتها؟ الإجابة العلاقة القائمة بين الأم وابنتها هي علاقة مثالية مبنية على الحب والاحترام والتعاون أفتح نافذة وأغني ملف التعلم قدم الإنسان في هذا النص خدمة للحيوان أبحث في النصوص السابقة عن حادثة أو أكثر قدم فيها الحيوان خدمة للإنسان